مرحبا عليكم مشاهدينا في كل مكان اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة معانا موضوع لطيف جدا احلى حاجة طبعا لما تلاقي شاب عنده طموح وبيشتغل من سن صغير ويقدر ينمي موهبة عنده او مهارة او حاجة لغاية ما يوصل الهدف هو عايز يوصله دي حاجة طبعا كويسة جدا وانه يعمل نفسه بنفسه سواء ظروف حياته هي مثلا وصلته لكده او هو من نفسه كان عنده طموح كل ده برضو انك تلاقي حد بصمم على هدفه ما يقسش منه على طول لان فيه ناس ممكن يبقى عنده هدف وتحاول فيه شوية تي اس خلاص ما تكملش لأ هو ورا هدفه لغاية ما يعني عمل حاجة كويسة معانا النهاردة الاستاذ شريف محمد صاحب مطعم زايد في كونفاوند حدايق المهندسين في الشيخ زايد اهلا بحضرتك احكي لنا بقى كده عن مشوارك بدأت ازاي كلمنا شوية عن الموضوع بتاعك والله يا سبسان تويا الموضوع بسيط قبل انا يعني بحب الشغل بحب ان انا يعني اعمل حاجة بإيدي وبحس ان انا يعني عايز اكون حاجة مش عايز مثلا الروتيني ان انا اشتغل مثلا وابقى موظف وعايش الحياة اللي هي ان انا ابقى على طول باخد ايجار شهري اخرت شهر اعرف ان انا مرتبي قد ايه بحب ان انا او تبقى الاونر يعنى بحب ان انا انا عندي شخصيتي كوية شوية في موضوع حبتش بايبة في مزير وكلام ده اه انا يعني انا والدي طبعا ضابط كوات مصلحة فمتربي طبعا على عسكرية فالموضوع ده كان صعب جدا في البيت عندنا ان والدي يعنى تعارفة طبعا حياة العسكرية اللي هو كل حاجة بالاة اتلع زباط الجيش لكن طبعا اخويا الكبير بشمهندس خالد اه اتلع مهندسة واحد بالهندسة وكمل مجاله وبقى مهندسة كبير اني كان سايب لكو حرية الاختيار في المجال بتاعك وبرده ماتنش اهو يعني ايه بين ايه به مرطل بس احنا مكونناش بيعني ايه برضو ايه بكل واحد بيبقى شاب طبعا واعيز يعمل لهم ويحبه مش عايز اعمل يعمل الحياة يعني تبقى جديدة شوية ان ده هو التزامات هتصحى مش عارف ايه طبعا الحياة المدنية ما فياش الكلام ده وقت انا بصحى براحتي ما حدش بيقولي ايه اعمل ايه ما حدش بيقولي يعني احنا ايه خوفنا من موضوع الواحد يبقى عنده التزامات قوية لكن الحياة المدنية لا انا بنزل المحلي بيبقى في اجاره في ناس شغالة بنزل ادير حياتي ادير براحتي طبعا لشايف نفسك عملت حاجة بتحبها هل كنت بتحب اساسا الطبخة او انك تكون شيف يعني ولا جات معاك صدفة هو موضوع الطبخة طبعا والدتي يعني بست الكل طبعا يعني السعادية انت عارفة حضركي الناس السعيدة اللي هما ايه والاكل بتاعهم بقى اه الاكل اللي هو السامن البلدي بقى والحمام والدي كان بيحب الاكل جدا جدا يعني درجة انو ممكن ياخد اطروح ياخد محل مشهور في منها كان ياخدني معايا فانا حبت من هنا المطاعم بقيت اخش مطاعم كتير واتفرج على المطاعم فكنت مبهور بحاجة زي كده وكنت بحب دايما اخش المطاعم فيعني والدتي طبعا بتعمل اكل جميل جدا وانا يعني كنت في السعيدة على طول بقى لك قد ايه بتشتغل انا بقى لي يعني كنت في سياح فاناليا في الجامعة وانا كان عندي مطاعم كان عندي 17 سنة او 18 سنة وعندي مطاعم فوالدي طبعا قال لي انت ايه اللي انت بتعمله احنا مناش دعوا بالكلام ده احنا مناش حد بيشتغل في التجارة حرة في العيلة بتاعتنا كلها كله يعني مهندس زابط دكتور احنا شوية صور كده لشغل استاذ شريف طبعا انا عزين نجيب ناكل الجمهور بقى احنا بنشتغل شارئي يعني كلمنا بقى شوية انا جيت لحضرتك ان والدتي طبعا سعيدية ستة اللي هما في الصعيدة اللي هما بيحبوا الاكل اللي هو بتاعنا اللي هو الاكل بالسن البلدي الحمام المحشي الطواجن وده بقى التخصص بتاع المطعم اه انا بحب الحاجة انت عارف حضركي يعني ايه الاكلات بقى اكلمنا شوية عن الاكلات اللي بيعملها المطعم يعني بنعمل مثلا مشويات طبعا ريش وفراخ مشوية وشيش تووك طبعا الخبرات بتخلي الواحد الاكل بقى اللي بيحبه المصريين ده بقى اه الملوخية المصريين بيحب الملوخية جدا معرفش يعني احنا متشهورين بها برا وهي فعلا اي يعني انا 90% من القردات اللي عندي ملوخية كله عايز ياخل اكل معايا ملوخية رجل انا حتى معاندي واجبات ميكسات بقيت انزل الملوخية دي لمكان البيبسي يعني الناس يعني افتر الاكلات اللي الناس اجمعت عليها هي الملوخية الملوخية ناس احب الملوخية جدا طب بقى لك قد ايه في المجال ده او بقى لك قد ايه بتشتغل انا بقى لك ايه 17 سنة يعني بفتح مطعم وعمرك قد ايه دلوقتي انا عمري دلوقتي 36 طب حلو ما شاء الله يعني من سن صغير بدأت في المشوار اه يعني افتحت اول مطعم تحت بيتنا حدا صغيرة كده كانت موجودة انا يعني من شارع وقادي النيل في المهندسين مي طوبة عن نادي الترسانة ونادي الزمالك والدي كان بيحب الزمالك جدا فاخد جنب النادي عشان يحضر التمرين على طوله فانا نشأتي يعني ببيئة جميلة في وس البلد في القاهرة يعني فطبعا فتحت مطعم صغير كده تحت البيت عندي طبعا بالجودة الذاتية انا والدي كان معارض اللي انا يعني ايه انت اه كان عايزة بقى تاخد دفس المسيرة طب انت يعني ايه انت تسيب الجامعة بتخلص مش عارفة لا انت لازم تطلع وتتعالين ايه طب انك متكملش الجامعة عشان اه اه انت يعني ايه انت عابرك صاحب مطعم دي كلمة يعني كبيرة جدا عندي في زمات كبيرة مشتريات وعمال وبضاء وجودة وحاجات كان حجز انك مش هتنجح في الموضوع بصي انا عانيت عشان النجاح مش كلمة سهلة يعني مش انا طبعا يعني يعني في شباب كتير قوي من اول مرة بيروح فشل معي المطعم وروح قفله بقاو روح اشتغل في اي حتة او انا بفضل الله عمري ما اشتغلت حالا فشلت كتير يعني عفلت محلات كتير بس ما كنتش بتيقس بس برجع تاني برجع اقوى برجع بشوف اخطائي اللي انا وقعت فيها زي ما بيقولوا كده الضربة اللي ما تموتش بتقوي اه بشوف الاخطاء اللي انا وقعت فيها وبحاول مفيش حاجة يعني هو الطموح انسان بلا طموح مش هيعيش انا حاطت هدف قدامي حتى لو ما وصلتوش فده هدف قدامي ان شاء الله اللي انا بحاول اه اه فانا عايش فطول ما انا عايش فانا بحاول طب مين الناس اللي شجعتك وكان لها دور فعلا تحبت تشكرهم او الناس اللي شجعتك على مدار طريقة هو طبعا اول واحدة هي والدتي والدتي طبعا هي ايه يعني الست السعودية اللي هي ولادي البلد قوي وفتاح فهي اه انت تفتح وتبقى مش عارف انا خالي يعني تاجر كبير في المينيا ويعني ويعني ما شاء الله يعني حاجة كبيرة جدا في التجارة بس انا والدي لا انا والدي كلنا يعني دا كاتريا ومهندسين ومفيش حاجة اسمها لان انت تخش في التجارة انت تبقى مهندس زي أخوك تبو حاسس ان شغلك ده بيبقى كويس للحياة وبيكفي معاك بقى المتعة كلها ان الواحد يحاولي يعني انا مثلا يعني انا حاب شغلي جدا او الحاجة يعني للشباب تنصحهم بدا يقدروا يفتحوا بيته وقدروا عنطري شغل المطاعم لو فعلا نجح يا فندم في مشهورة يعني مقولة مشهورة جدا في مصر هو لك ان اكتر حاجة بتكسب في مصر المطاعم المطاعم الاكل والشرب عايزة تشتغل اه مش بس اه تعالي حبيبي بس عشان هو بيكسب فعلا بس ازاي انت تنجى عشان تكسب ايوه لدي في شباب فعلا بيفتحوا مسلا سنة سنتين بيبقى عليهم بايجور وبيعه كده هو لو كمل اول سنة ده يبقى عمل انجاز بيحتاج طبعا دعاية وبيحتاج تاخد بيحتاج تبراد يا فندم بص عشان بص عشان بص عشان الناس يعرف ان ده اكله حلو المطعم ده محترم ونضيف وكده هتلاقي ناس بتيجي ده يعرف ده ده كده لكن فبرضو كالسمعة دي برضو شي مهم بص عشان هو الاكلي طبعا اول حاجة النظافة اول حاجة بمناسبة النظافة دي طبعا في الجائحة كورونا اللي احنا فيها دي طبعا نحنا يعني ازاي ديرتو ازاي ديرتو هل بتقدروا تتابعوا بقى التعقيمات والكلام ده بص عشان ديم هو التعقيمات دي من غير موضوع كورونا لازم التعقيمات في المطاعم دي حاجة اساسية لان ده وهي الصمع يعني هي الخبرات اللي انا اكتسبتها ان اهم حاجة قبل الاكل قبل ما تشتري المونتج قبل ان انك المكان يبقى نظيف انا فتح في مكان طبعا راكي جدا فما ينفعش يعني ده كومبوند يعني يعني ما ينفعش ان جوان ما يبقاش حاجة نظيفة يعني الناس طبعا ازاي قدرتو توصل انك تفتح في مكان راكي زي ده طبعا انا فتحت من اول يعني اكيد طبعا بدأت من السفر لغاية مع اه ازاي ما اقولت حدك انا هارجع لحضرتك في قصة اللي انا كان محلي كنت واخد اجار تحت بيتنا حاجة صغيرة بمتين وخمسين جنيه في الشهر ايجار كده كان ساعتها متين وخمسين جنيه دي كانت مبلغ اه اه وربنا رزقني وانا عندي 17 سنة اه اتشهرت جدا في ميت اوه جدا بقيت اللي انا كنت بيبيع الساندوتش بس كويه فاست فوت ساعتها ما كانش فيه يعني حد بيعمل غير العيش اللي هو الباتيبان كان قولي الاول مطاعم كبيرة اول كان مؤمن ساعتها مشهور بالساندوتش الكبير دول فانا حبيت في المكان زي دولت اعمل حاجة مميزة هو اهم حاجة الانه انا مع مميز التميز هو اللي بخلي اللي وحيد يروح عندك لازم الواحل يبقى مميز فعملت فكرة جميلة اولي أنا جبت العيش الباتيبان اللي هو الفرنساوي وعملته بأسعار مش غالية جدا في متناول كل الفئات بدلا اللي هو كن مشهور انه هو العيش الثغير دولت اللي هو العيش الفينال العادي للي كان ماشي يعني في الساندوتشات فأنا جبت البتيبان دوت وعملته رخيص جدا ابتدت شهر العربية تيجي عندي تقولي انت ايه ما شاء الله انت يعني ما كانش هابي زي كده وشغال حاجات دي بالكمية دي فكنت صغير بقى وحسيت ان انا يعني عملت حاجي فطبعا اشتريت بقى المحل اشتريته اتملكته بفضل الله اول سنة عدت علي يعني المحل اللي اكتر من فراء اللي انا كنت اللي انا كنت اللي انا كنت اللي انا كنت لا ده كان في الاول انا بعد كده روحتي بقى حاجة اكبر في اماكن اكبر لانا فتحت كتير ما بقى لحدك انا يعني ام يعني كان في كذا خطوة اه كذا خطوة طبعا عشان اوصل لنا بقى شارقي وحاجات دي مش من اول مرحلة هبقى اطلع كده واموما ان انا مش والدي مثلا شيف او مثلا يعني عد من عندنا شغال في الشغلات لا ده انا حبتها وخدت كرار ده لوحدي وكملت فيه فاحنا لما فتحت في متعوبة طبعا اشتريته بقى محلي فانا طبعا شاب عنده 18 سنة وصاحب محلي طبعا من ساعتها يعني تشتريمها الحال دي كانت حاجة مورد وطيلة طبعا اهلي والدي ما كانش بساعة ما كانش حاجة اساسا ان انا ابقى في الطريق ده فانا اصابنا انت بقى مش انتها تستحبين كامل مش انتعيس كده خلاص بقى نفسك بقى ما طبعا بقى وبعد كده بسط جدا لما اشتريت المطعمة لما شاف النتيجة طبعا ما شاف اقول له يعني انا الحمدلله فاضلله اشتريت المطعمة اهم حاجة انك تعمل حاجة بتحبها دي تقدر تفضع فيها وكمان لما الحاجة تديك يعني لما تحس ان انت تعبتي اول ما تلاقي بقى ايوة وتحس بقى اه طب خلاص ربنا كاناني بقيت حاجة بس بقى اي مفروض يعني ادعو اي شاب مثلا ببتدي لما ربنا ارزقك ما تهدى ما تقعدش كمل كمل عشان اللي انت عملته ميروحش منك اه طب القطرة الاخيرة بتاعت كورونا دي طبعا وكده يعني المطعم كتير اتأثرت وكده طبعا اكبر حاجة مطعم اتأثرت بحاجات كتيرة معانا مداخلة تليفونية اهلا بيك استاذ وليك اهلا بيك زي حضرتك تمام نور انا عايز اقول لحضرتك ان انا من اشد المواجبين بالشاتك وبصراحة فكرة جميلة جدا انا منطفل مخصوص لما عرفت ان اللي وستاذ شريف طالع على الهوى بعد ما شفت التنويه على الفيسبوك اعايز اقول له ان المطعم طاق جميل جدا يعني انا عبطل بطلوب دليفري من عنده ربنا يا سلبي انا بقيت نفسي بجهة بيفتع فرع اسم ديهة نصر عشان يبقى جنبنا بس الدنيا تفتح بس الدنيا تفتح شوية وانا بيجيدي فعلا من ديهة نصر كتير فانا عايز شوف الموضوع ده انا ما طلعتش في المواضي دي انت تفتح فرق تاني لان فعلا اكلك نظيف فعلا عن تجربة شخصية انا كنت في المطعم نفسه وطلبت دليفري وانا عرفت اصلا عن طريق واحد صاحبي يعني لكن فعلا هي فكرة جميلة جدا وده يثبت من كلام حضرتك ان انت اشريف محترم ويعني نتمنى دايما يا رب ان المطعم يبقى في نجاح دايما كده ونتهنى بالاكلات الجميلة اللي حضرتك بتقدمها دايما ده اصلا طبعا كويسة جدا يعني انا مش مطفل على فكرة انا واحد من اللي بيطلبه اكل من المطعم عادي انا مشارب حضرتك بس قولي بقى على حضرتك عشان اعظبط بقى انت حشان اعظبط حضرتك كده لا والله انا فعلا لما شفت التنويب بتاعك على فيسبوك وحبيت ان انا اقول كلمة حق في المطعم ده الجزء يمكن ان انا مش مطعم في اكتوبر لكن انا فعلا كالت في المطعم ده اكله مضيف جدا احس ان هو في انا الاكل بيه حصيا يعني احنا قلنا بقى ودتنا السعيدية عشان برضو يتبقى جنبانا كده ويعاب يبقى فيه فروح في مطر كلها مش في مديد نصر بس جزاك الله خير دعيلنا بقى شكرا لحضرتك انا بشكرك جدا بشكرك جدا شكرا لحضرتك نرجع بقى الموضوع ده كنا بنتكلم عن جائحة كورونا طبعا اثرت على شغل مطاعم كتير وكده فهل تأثرت بهذه الازمة وازاي هل قدرتوا تستحمله ولا كان يرد فعلك يعني انا برضو كانت موضوع كان صعب جدا ايو بس الازمة دي يعني كانت غير متوقعة واصابت العالم كله سببت فزع للناس كتير فبردو اثرت يعني الناس كتير خايفة بقى تتاكل من بره وناس كلام ده فا والله يو بس هو الا اواء يعني الحمدلله الفيروس ما بيجيش عن طريق لك الحمدلله يا رب العميل العميل فاهم واحنا بنعقم الحاجة بالمكروف طبعا قبل ما تطلع بندخل الحاجة بالمكروف المكروف بيقضي على اي فيروس يعني يعني ما تعرضتوش لخسائر في الفترة دي لا هو ما حمدش حد ما تعرضش لخسائر نلا كله خسر في الفترة دي بس الواحد بيحاول يعني يمشي يعني ما نفعش نقفل الشغلة قل طب وعندي التزامات وعندي الشفات فطبعا نظمناها بحيث ان في اسر كتير فتحة بيوتها من موضوع المطاعم فمنقدرش طبعا يعني ايه نقفل ما هو هنقفل طب وبعد ما نقفل انا هقضي انا لو فتحت مثلا جالي زبون واحد او عام اتنين وكمان اللي هو عارف ازمة ومش عارف هتخلص امتى بس انا بس اكيد تسبب لك بعض الامريان بس اول حالك على اجل في تكاتف يعني لدينا محلات كتيرة جدا يعني بشمانتس طارق اللي انا مأجر بعمل المحلي طبعا حاجة كبيرة جدا راجل يعني جزالة خير قال لي براحتك في الايجار براحتك انا ملتزم معاه بقلي فترة وقال لي براحتك في اي وقت يعني الناس برضو مقدارة في ناس كتير برضو جدا 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 وعندي انا بفضل الله بورد لمصنع ابو اليزيد بتاعة الشخمانات بورد له المصنع بقليه حوالي سنتين فالمصنع شغال الحمد لله بفضل الله و احمد بيفاروق مدير المصنع يعني من شخصات محترمة جدا هو عرف الظروف فبيقولي انا ممكن يعني ااكل جبنة بس انا حتابوه انت هتروح فين حتابوه لأمال اللي شغالين في المطعم شوفي حضرتك الناس لما تخاف حالا بعضيها أيوه طبعا لأن كمان المطعم فيه عمال فيه ناس كتير أكل عيشهم من المكان وهو عارف إننا مطعم وعندنا عمال يعني هو أعرب قرار أنا خلاصها أكل عمال جبنه عشان كده بيقولك أحسن حاجة طبعا السمعة الطيبة للمكان وكده السمعة الطيبة والناس والناس بص حضرتك طول ما فيه أمانة أمانة الأمانة ديت هو ربنا يعني بيرزق بسببها أنا لو حضرتك فيه أمان تلاقي ربنا بيديكي ولادي الحلال إن ما بيحصل أيوة أي مواقف بقى أو أي أزمات بتلاقي ربنا بيديكي بتلاقي ربنا بيديكي بقى عشان فيه حاجة كويسة يعني عشان فيه حاجة كويسة فأنا طبعا بشكر أحمد بفاروق طبعا اللي هو يعني ساعدنا في الموضوع دوت ساعدنا جامد إن إحنا نقدر نستمر إن هو ما وقفش المصنع ما وقفش الإنتاج وقال لأ أنت بازل تشتغلوا وأنت عندكم إلتزامات وأنا نشغال معاكم وورد لنا فطبعا دي يعني ساعدتنا كتير جدا إن إحنا نقدر نكمل حتى في رمضان طبعا في رمضان المصنع مش بياخد أهو فيه صور برضو للأكل بتاع المطعم أوه أوه دي طبعا ده نشرح لنا بقى الصورة دي وده جعان دي أنا كنت جعان بقى وجالي كده حاجة كبيرة أه طبعا احنا نطلع أكلة صرفيش كده بيطلع الأكل ده حمام محشي طبعا ده حمام بقى آه حمام بنحشي رز ومنشي طبعا أجبات المصنع ديت طبعا دي الأجبات أهو المصنع دي المصنع دي المصنع بتاعت دي المصنع بتاعت لا إبو بضل يذين طبعا مسعار رمزية إحنا مش عارتنا عن عصانع مش مش باسعار غالية جدا طبعا إحنا بنعملها زي يعني لو حدي عنده عيد ميلاد كنتوا بتعملوا بقى مواد رحمن في رمضان وكده؟ اه احنا بنعملها يعني طبعا السنة دي مفيش مواد رحمن انا كنت بقى متعطل معانا مدخلة انا ايوه تفضل اه انا معيك ام ام شريف نعم والدة شريف سلام عليكم عليكم السلام زك يا ماما زك عام ده ايه يا ستكول عام شريف من امر الشاش الله يخليك يا ستكول هل تشفتيني على الشاشة ولا مفاجأ مستنياني ولا ايه؟ السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه سمعني كويس ازاك يا حبيبي ازاك يا مام كويس الحمد لله الله يخليك مناور كده الله يخليك مناور الساسة كده يا رب كده ويب اللي يفتحها عليك ويوصها نزجل الله يخليك يا ام طبعا هي هي ستكول يا كله يا رب طبعا بدعاك يا أم ان شاء الله طبعا يا ستكول يعني هي دي ايه والسه الاستاذ شريف بيقول ان كليكي دور في تشجيعه ان هو يحب العاكل و اه 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 شجعتيه طبعا في بداية مشواره طبعا اه هو يحب المسروع ده اه اه طبعا خلص خليك معي وقفت معي بدا وعمله الاكل وكله وتعليمي كل حاجة هو يحب العاكل والله والحمد لله يا ربنا يعلي كمان وكمان اه الحمد لله رب يعني وقفت ده برضو بقيت ايوه حلو الصورة دي الصراحة وده انك تجعين اه 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 ده ايه بعبار عني ده عبار عن دي كرومي احنا بنعمله حفلة بكن في ببقى فيه ناس عامنا عندها طبعا في الكونباوند حفلات بنعمل لهم يعني لو في الفيلة بتاعتهم او بياخدوا من عندنا جاهز معي طبعا شفات اه كويسين معي تشوف وليد طبعا شيف الرمومي مطعم ده انا شيف برضو انا بشتغل بايدي انا بحب الشغل ناب حلوة يعني بعد برضو ما اه بقيت صاحب مطعم و كده لا 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 لازم ما بطلتش اشتغل بايدي اه انا بحب حاجة احب الطبيب اه 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 يعني لو واحد بيحب ان هو يعمل حاجة بيحس انما يعني انا اقول احضارك على حاجة انا في اعميلة رنت عالمحل طبعا انا عندي المدير مدير عبابي ده يعني رابل محترم جدا مدير اللي شغال معايا محامي هو وشغال معايا فكرة فرن علي قال لي فيه تليفون فالتليفون هو اللي بياخد التليفون فبكلمه فلقيت واحدة قالت لي أنا عايزة حاجة واحدة بقتلها ست كبير قالت لي أنا خدت منكم حد قال لي وعايزة ادعي لكم تاستي يعني خدت لي أهم حاجة طبعا حب الناس ده يعني قالت لي أنا خدت كباب بوريش الحاجة جميلة جدا والأكل طري علي وأنا كنت أقيله وأنا عايزة أكلي طري عشان أنا مش أقدر يعني أكله فإحنا يعني الحمد لله رب يعني خدت حاجة عجبتني جدا فأنا قلت أشكركم عارفة المكالمة دي ده يا سيد بسانت نسيتني بقى كرونة ونسيتني المشاكل اللي إحنا فيها طبعا مش مش فلوس مش كل حاجة فلوس لكن لو واحد حس إن حدي بيدعيله عشان خدت لحاجة كويسة ده النجاح ده بقى ما تقوليش بقى أنت النجاح تبقى معاك كام وده أنت معاك إيه ومفاتح لأ النجاح إن حدي يدعي لك إنه هو كان حاجة حلو حاجة من طبعا حب الناس أهم حاجة طبعا والسمعة الطيبة للمكان وكل ده طبعا 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 هو ريزي بتعربنا بقى لازم أو ريزي بتعربنا بس برضو لما بتتكن عملك يعني غير مثلا اللي بيلاكلك أو اللي كده ده يعني آه يعني لكن لما بتتكن عملك وعندك ضمير وكده فبتلاقي برضو ربنا بيوقفلك كل هذا الحلال ويرزقك وكده بس بس أنت أو أنا يعني ابتدت يعني دون رأس مال بعضينك تنصح بقى الشباب برضو بما إنك بتقول إنك ابتدت من دون رأس مال دون رأس مال تنصح إيه الشباب كده اللي لسه مبتدئين برضو عايزين يعملوا مشروع زي ده في ناس بيعملوا المشروع مطعم مثلا شوية وبعدين يقفل بيبقى مثلا الإيجار بقى كتير عليهم وبيشتغلش وكده فخلاص بيقاسه وتنصح الشباب بإيه اللي عايزين يعملوا مشروع زي ده والله أنا موضوع المطاعم يعني هو حاليا 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 طبعا إحنا خلاص البلد عتفتح إن شاء الله هو والموضوع الدنيا عتمشي والناس تعبت اليوم اللي فاته فأي حد عايز يفتح يعني مطعم أو يفتح مشروع أول حاجة لازم يدرس الموضوع قويس يعني هو المكان مثلا هو هياخده المكان دوت أنا هامل فيه إيه؟ هامل فيه أكل هجابي هاتما هامل فيه أكل روكي الرأس المالي قد إيه؟ الرأس المالي المالي طبعا إني يوم السبت المطاعم بقى كلها تفتحوا كده إيه الخصم اللي ممكن تقدمه من خلال البرنامج؟ والله أنا في حاليا أعمل خصم أنا عايز أعمل مبادرة 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 طبعا إحنا طبعا أنا في الشيخ زي طبعا وبحب مدينة الشيخ زي جدا أنا يعني من أفضل مدن القلبي الشيخ زي بحبها جدا يعني أنا مركز في الشيخ زي إيه المبادرة بقى تكون عبارة عن إيه؟ المبادرة إن أنا عايز أعمل وكبات للعزل المنزلي الناس اللي عندها أخواتنا اللي عندهم كورونا ودي حاجة مش عايب إن أنا بقعندي كورونا يا فكرة عشان الناس كلها ده عنده كورونا؟ لا مش عايب أيوة طبعا لازم الناس خلا نصلح مفهومهم للنقطة دي مش عايب ده واحد عادي جدا ده واحد عادي جدا ده واحد عادي جدا ماشي هغلط يعني عشان يجي لكورونا لا ده واحد عادي جدا وربنا اقتلاب مرض وإن شاء الله هيصح ومرض مش فتاك عشان مرضو الناس اللي خايفة جدا اللي مات في العالم كل واحد في المية مش يعني مش حاجة كبيرة يعني بس بفضل الله هيشفها بقى كويس ويربقى أخويا أخوكي يا جي دي واجبات بقى عامل لهم واجبات آه واجبات صحية وإن شاء الله الغير مقترعة طلعها مجانية طيب تمام نشكر حضرتك انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجنا حواضيت مصرية على قناة HBC قناة الصحة والجمال موسيقى